السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بدرس من دروسنا في برنامج Adobe Premiere كيف حال المبدعين إن شاء الله يا رب تكونوا بخير نضينا في عطلة العيد وإن شاء الله يكون عيد مبارك وإن شاء الله يكون سعادة عليكم وعلى الأم الإسلامية جميعا درسنا اليوم في سلسلة فلاتر Adobe Premiere ما زلنا مكملين في السلسلة حتى نوصل إن شاء الله لجميع فلاتر Adobe المهمة أما عن فلتر اليوم فهو فلتر كتير رائع والهو فلتر Basic 3D هذا الفلتر كيف فينا نستخدمه في الصور وفي التكست هو درسنا اليوم خلوكم معي لنتابع الدرس يلا خلينا نفوت على صفحة الأستاذ محمد خيال خلينا نفوت على صفحة الأستاذ محمد خيال بأول خيار لألنا قناة الأستاذ محمد خيال الأستاذ الغني عن التعريف الاحترافي البروفيشنال في عالم باليغرافيك الخبير في موضوع الإلستريتر وبرامج Adobe طبعا إذا ما انك مشترك في القناة اضغط على سبسكرايب وفعل الجرس طبعا الأستاذ محمد خيال الغني عن التعريف اشتركوا بقناته بنصحكم وبشدة خلونا نبلش بدرسنا على بركة الله وهلا أصدقائي مثل ما شفنا في بداية الانترو بالدرس خلونا نبدأ بالتطبيق مباشرة بنجي على البيزيك هون ومنجي على البروجيكت طبعا أنا مجهز المقطع مسبقا واللي هو تسجيل لشاشة الكمبيوتر مثل ما أنا شايفين بضغط في اليمين بعطيه Scale to Frame Size أو إذا بدي بتركه على كامل المساحة من هون وبصغير من هون بهالشكل هات طبعا بعدها بيجي هلأ على الفلتر واللي هو فلتر البيزيك بضغط من هون على Effect Video Effect وبنزل للأسفل وبروح على مجلد Bear Objective وبعدها رح لاحظ انه في شي هون اسمه Basic 3D رح أضغط واسحب لهون خلونا نكبر شوي بالزائد بشان نشوف طبعا المدة 56 بإمكاني أنا خلونا أول الشي نجي لهون هيك هذا هو رح يظهرنا في Effect Control إذا كانت الشاشة هيك هون فمنجي نحن على Effect Control إذا ما يموجود Effect Control إذا ما ظهر هيك شي لازم نحن نقوم بتحديد نرجع نحدد لا يظهر معنا Effect Control إذا ما يموجود من قائمة Window Effect Control أو Shift 5 هلا في عندي أول خيار واللي هو السويفل هاد واللي هو بيعملي عملية دوران أو تحريك بشكل 3D بشكل X يمين ويسار مثل ما أنا شايفين طبعا أنا بيعمل مثلا الحركة بهالشكل هاد الثالث هاد بعدها بشكل Y بالعكس مثل ما أنا شايفين طبعا آخر الشي واللي هو بيعمل عملية X Z واللي هو تقريب وتبعيد بهالشكل هاد عندي هون Highlight واللي هو يعطيني ضوء للصورة أو للمشهد من الأعلى بحيث أنه بيين واقعي في ضوء مضروب عليه هلأ بيجي على الأول خيار واللي هو بشكل X بفتلى بهالشكل هاد أو خلوني افتلى بهالشكل هاد حسب الزاوية اللي أنا بدي إياها بمشي مثلا 8 ثواني برجع مثلا بميّلها بهالشكل هاد هيك وبرجع بعملها بهالشكل هاد طبعا بفعل هلأ 3 ساعات بهالشكل هاد طبعا أنا مقربت 8 ثواني يعني أنا ما فعلت التوكل من البداية من الصفر لا أنا فعلت من 8 ثواني هلأ برجع للبداية بعطيها من هون ريسيت 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 هلأ إذا شغلت رح لاحظ أنه كيف الصورة عم تفتل معي بشكل 3D هلأ بإمكاني حدد كل النقاط أضغط باليمين أعطي Ease In ومن هون أعطي Ease Out طبعا مثل ما أنا شايفي بإمكاننا طبعا نرجع نعكس الحركة بهالشكل هاد بهالشكل هاد طبعا بإمكاننا نعمل زوم أكتر بهالشكل هاد بلاحظين هلأ لما أعطيت Show Highlight رح يطالع لي هون مثل الضوء بهالشكل هاد مثل ما أنا شايفين طبعا هلأ بقى منجي على النهاية ومنجي على Opacity هون وبدت كون 100 ونفعل النقطة هون نحط Keyframe ومنمشي لقدام كام ثانية ومنعم لتقريبا 20 مثل ما أنا شايفين بيمشي هيك وينزل لل 20 أو 17 هلأ بعد ما نتهينا هلأ نجي على موضوع الكتابة أحد الأصدقاء سألني أو أحد المتابعين نافذة الكتابة السابقة كان يرتاح فيها كتير وما بعد تظهر معه بعد التحديسات فأنا بقول له أنه الأمر كتير بسيط بدل ما أن جئنا على أداة التكست الموجودة هون وضغط هون أكتب بجي على File New بجي على Legacy Title هلا بضغط بعطي New Title بضغط من هون بعطي Adam مثلا Adam بسميها Adam وضغط OK مدن ما شفنا رح تظهر لي هالنفذة الأديمة اللي كنا نشوفها سابقا نحنا هلا كل ما علي بيجي بكتب مثلا Adam Adam بشكل هاد وحددها وبيجي لهون على Font Style بعطي Bold Italy بكبر حجم Size الخط من هون بهشكل هاد بجي على السهم وبعطي يا Center هلا بعد بجي على المربع وبرسم من هون مربع بهشكل هاد بلغي Fill وبحط Inner Stroke بهشكل هاد هلا بعمله لون أبيض وبكتر بعلي Stroke بهشكل هاد أيضا بحط توسيط Center بهشكل هاد بعد ما ننتهى هلا بسكر من هون بروح على Project رح لاحظ رح تكون هون بسحب وبحط على Timeline بهشكل هاد مثل ما نشايفين يمكن نعمل لأي حركة ولكن نحن حديثنا عن Basic 3D فرح اضغط واسحب لهون طبعا بكبر الحركة ما لازم تكون اكتر من الثانية فبضغط بالفريمات shift والا اليمين 1 2 3 بهشكل هاد هلا بكبر هون بالزوم بالشكل هاد هلا بفعل التوقل متل ما تعلمنا قبل شوي وبرجع للبداية بعمل زاوية اول تأثير 90 درجة بالشكل هاد متل ما نشايفين خلوني الغي تاني توقلين وبضغط باليم يعطي is in is out هلا بنسخ وبرفع لفوق وبلغي اول توقل بهشكل هاد وبيجي على التاني ايضا بفعل اول نقطة وبرجع للبداية بعمل ها 90 ايضا راح تجي بهشكل هاد متل ما نشايفين كمان بضغط is in is out فعل الثالث بيجي لهون بلغي هاي ال x وال y وبيجي لهون فعل التوقل وبرجع ايضا للبداية وبعطي بدال 90 بعطي ناقص 90 هلا بضغط باليم بعطي is in is out ومتكر العملية هلا خلونا نشاهد راح نلاحظ طلعت معنى الحركة بهشكل هاد اذا انا اخرت اول تيكست راح لاحظ انه راح يظهر معي بالشكل هاد تماما فهلا كل ما علي اني انا بيجي على تأثير الارجي بي اللي اخذنا بدروس سابقة هذا هو الكلر بلانس الارجي بي بلاقي بالفيديو افكت ايميج كونترول الكلر بلانس هلا متل ما انه شايفين لما بتنطبئ الكلمة على بعض بهالشكل هاد بعمل عملية اقتطاع بضغط على السين وبعمل عملية اقتطاع من هون بهالشكل هاد بلغي هدول التنتين بضغط على الجزء الخلفي وبلغي الكلر بانس عشان ترجع بيضا حتى اعمل عملية بين التنتين وما يكون التأثير غير ظابط فبحدد كل الليرات الموجودة عندي هون خلوني هاي يقللها شوي خلي لها فريم وهي فريم بهالشكل هاد بهالشكل بحدد الكل بضغط باليمين بعطي نيست هلا كل ما علي بيجي على ابرو على الفيديو على ديزولف ابرو على الكروس ديزولف بالشكل هاد طبعا منحط الموسيقى نحن اللي بدنا إياها ونعمل الخيارات اللي بدنا إياها باستخدام هالتأثير هالإفكت هذا الجميل بتمنى يا ربي يكون فات كون وعجبكن لا تنسوا عمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ودعو أصدقائكم مهتمين للاشتراك في القناة كما معكم آدم عربي الله يعطيكم الف عافي ولا تنسوا دعم القناة تحيات للكون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته